كذلك التقى رئيس السيسي برئيس المجلسة الأوروبية شارل ميشيل على همش المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة كما التقى أيضا برئيس وزراء سلوفينيا رابرت غلاب هذا والتقى الرئيس السيسي أيضا برئيس وزراء إسبانيا بيترو سانشيز ورئيس جمهورية رواندا بول كاجامي في إطار مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة الذي يعقد في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اللقاء شهد تأكيد ما تنت وعمق العلاقات والشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة عقب ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة مؤخرا مما يفتح الباب أمام مزيد من تعزيز التعاون في ضوء الروابط والمصالح المشتركة التي تجمع الجانبين كما تناول اللقاء الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خاصة التطورات في قطاع غزة حيث تم تأكيد أهمية تضافر كافة الجهود للتواصل لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة إلى كافة مناطق القطاع مع التحذير من التداعيات الكارثية الأمنية والإنسانية الناتجة عن توسيع العمليات العسكرية في المناطق المكتبات بالمدنيين كما التقى السيد الرئيس السيد روبرت جالب رئيس وزراء سلوفينيا اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعيدة خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري بما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين كما شهد اللقاء تباحثا حول تطورات الأوضاع الأقليمية حيث ثمن السيد الرئيس موقف سلوفينيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية مشددا على أهمية مواصلة الجهود الدولية لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بما يسمح بتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا السيد الرئيس أشهد بالمواقف الإسبانية الداعمة للقضية الفلسطينية وخاصة قرر إسبانيا التاريخي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية حيث أشهد رئيس الوزراء الإسباني في هذا الصدد بالجهود المصرية المستمرة على كافة الأصعادة السياسية والإنسانية ودور مصر المقدر في جهود الوساطة بين كافة الأطراف للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين كما التقى السيد الرئيس بالسيد الرئيس رواندا بول كاجامي اشتركوا في القناة